ياسر علي صحيحي مش في البحر في الشارع الشارع السر باين ازدر باين ظهره جديدة هذي ظهره على الاخر جديدة شنو الاسباب الاسباب كونها خاطر يشوفوا في رواحهم متحضرين متقدمين ويشوفوك انت متعقد رجعي خاطر انت مكش متحرر نفسانيا نفهمه فهمتش هذي فينو تحرر كان انا مسلم معناها وعندي اختي اكيد تخرج ويني رجولية ويني التربية اللي تربينا عليها تجي تقول لي انت يا رجعي معاقد ما انت متحضره متطوره معناها معرية روحك على الاخر شنو تحبي توسني معناها شنو اسباب لي خلي الطفلة تخرج شبه عارية في الشارع تلافز بالانترنت فهم برش ابنت يلبسوها كاكة معناها يمشي من مسخة ولا فازدة تلبسها كاكة تحب تحبها كاكة كبرت في عيلها كاكة كبرت في عيلها مفياش رجال كما هكا مثلا ان انا متعدت انشوفها انا شوف في درا ما فهماش رجل هديك كان جيت فهمها رجل ما دخل الشكيك فهمتني ايه شنو ياخر بيلك فهم بعض الفتيات كيتلبس شبه عارية تقول لك النجم نعجب برشة ناس انت كراجل شنو تقولها انا كراجل اقول لك توسطي روحك تتعجبي برشة ناس واحدك تعجبيهم مغير ما تعري ومغير ما توري ومغير وحد شاي انت كتعري عبارة بيعي في سلعة انا بشت بولد عليك توليلي اه بنت الفاضل ومنعرف شنية وتمشي تشكي تهمتني اخوة شنو قول لكم مزلوا بشي عرورة مهم اكتر كل مرة دارة جديدة مرة سرة مرة كرش مرة ساقية كل مرة حكاية يورونا صاف فما راجل يعني يخلي زوجته ولا بنته تخرج اكيكا ما نصورش كان يخرج والكل ما همش معارسين ولا ما عندهمش خوات اشوف رجال كلها رجال اخي الراجل ما غيرش على الشرف وعندي انا صحيب يشتاب حتى ربوع راجل ما يجي وعلى بعضهم اي واحد يقول اي اراو لا ومعارش ووقته موجيه لمثميهش فما دين مقيدك فما دين فما برش عبيت نسيت الدين عدنا دين مقيدنا عدنا حرية مقيدة مش حرية مطلقة كما باب حرية على جنب وبرش حاجة على جنب دي ما ينسي ولي هم عندهم دين دي ما نسي وهم دين حتى فقريتهم مدني في قريتهم حتى مو عاش قروفهم في دين الأسلام البعض ومعteenها للأسلام مونoo تشتره كان تحكي معاهم تواس داما الكل شوية بأركة تحكي معاهم في الدين تشتره في رجل في رجل يسر علي صحيب مش في البحرط فالشارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما قال الرجل هذي عنده حق ظهيرة العراء والقراء مرتبطة برجولية بالرجل اللي عندك في الدار إذا لم يكن مراقبة في الدار لم يكن سيادة أو طغيتي في الدار رأيك اللبنات يخرجوا كما يحبوا هما بالعراء والقراء الشورت القصير والكرش العريانة والديكولتي عليش مرتبطة برجولية طو سمبل مو على خاطر أنا جمعبين أعطيكم وقتنا صغيرة عمري 13 عام وقتها ستيل لامود متاع لي بغوتيل اللي بتيت غوب عفيك بغوتيل وان اللي البست اللي غوب عفيك اللي بتيت بغوتيل ما في الدار اما نهار من نهارات جدي قالي تواجيب القفة ويطلع يمشي معي نتسوقه في السوق هذيت معي القفة ومالبسش جيلية متاعي قاعدت نمشي معه جدي هو يمشي القدام وانا وراه في وصف نية تلفت لي القاني باك البروتال اللي تهشوكي هز الشلاكة متاعه اللي هي بالكوير وضربني ضربه على رأسي قاعدت تواجي على الدار و تبدل حوايجك من وقتها ذاكه لانتو ملبسش بلوتال باش نخرج به الشارع حاصلوا باش نقول لكم كما قال الراجل ما فيماش يعني فيماش رجولية ما فيماش اذا الراجل نقص من رجولية متاعه ونقص من المراقبة متاعه ونقص يعني نقص من الوتوغيت متاعه راهم البنات خاطر أدوليسونس ومراحقات يعملوا اللي يحبوا عليه والاكثرية ظاهرة العراء والقراء كثرت في تونس بعد 25 جوليا علش خاطر واقع إقصاء وإبعاد المحافظين وفي الأعلام التونسي هناك تمجيد للقيم الغربية تمجيد للجسد المرأة ويعني هناك انسيتاسيون تشجيع على القيم الليبرالية الليبرالية يعني ايه مجتمع متاع مجتمع استهلاكي والاستهلاك أيضا مش في الماكلة والفلا في الحوايج استهلاك الجسد حتى الجسد أيضا هو أبجي متاع استهلاك يعني ستنماتيارة ديكولتي وهذا كل الظاهر في تونس يعني البنات بالشرط قصير على الأخر والكرشاريانة والديكولتي في مجتمع ما زال في مؤسسة الزواج يعني مؤسسة يعني